موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة العابرة والتي سوف نتحدث فيها عن الانهيار الأخلاقي الذي عرفته ساحة المعارضة الجزائرية الحراك الشعبي أو المعارضة الجزائرية هي معارضة فساد هي معارضة استبداد هي معارضة انحرافات أخلاقية هي معارضة مخالفات وخروج عن القانون هي معارضة للزيغ عن القيم ومبادئ ودين الأمة الجزائرية هي ليست فساد لمكافحة الفساد ولا استبداد لمناهضة الاستبداد ولا هي انحراف لمكافحة والتصدي للانحراف أبداً هذه لن تكون معارضة أبداً إذا كنت أنت فاسد أخلاقياً فاسد سلوكياً لا يمكن أبداً أن تبني أمة غير فاسدة لا يأتي منك الخير أبداً للأسف وصلنا إلى وضع كان المناضلون الجزائريون الذين ناهضوا استبداد النظام على مدار سنوات طويلة كانوا يبذلون كل ما في وسعهم من أجل إرساء القيم الأخلاقية في المعارضة لكن للأسف وصلنا إلى زمن كان لدينا نظام فاسد بمعنى الكلمة انهار انهيار لا يمكن أبداً أن يكون له شبيه فابتلاه الله بمعارضة من طينته من أخلاقه لا يمكن أبداً أن يعول عليها بأن تبني دولة الصلاح دولة الخير دولة القيم دولة المبادئ هل يعقل أن يصل حال المعارضة أو حال الحراك أو حال بعض الواجهات التي تتصدر هذا الحراك إلى درجة أن يصير الخوض في أعراض الناس معارضة سياسية الافتراء الافتراء على أعراض النساء والافتراء على أعراض الرجال معارضة سياسية مهما يكون النظام فاسد ومهما تكون أخلاق المسؤولين ومهما تكون الانحرافات فيهم لا يمكن أبداً أن يكون ذلك مبرراً لممارسات أخرى من هذا القبيل عندما وصلنا إلى حال أصبح نشر صور صور الدعارة أكرمكم الله وصور إباحية وفيديوهات إباحية عن مسؤولين أو بنات مسؤولين أو نائبات في البرلمان أو مسؤولات أو غير ذلك أصبحت هذا دليل على شرف المعارض للأسف الشديد والله لا أجد ما أقوله على هذا الحال الذي وصلنا إليه كنت دائماً أؤكد لكم أن المشكلة أخلاقية أولاً وقبل كل شيء ليست في النظام فقط بل أن هذا الانهيار الأخلاقي تمدد في المجتمع الجزائري هل يعقل أن الجزائري الذي ينتظر من نخبة سياسية من نخبة من المثقفين من الناس الذين لديهم حضور أخلاقي بمعنى الكلمة لديهم احترامهم في الشارع لديهم احترامهم في المحافل الدولية لكي يتصدروا حراكة لا هؤلاء يتم الطعن فيهم يتم تشويهم من طرف غوغاء وغثاء وهؤلاء الغوغاء وهؤلاء الغثاء يصطفون حول واجهات منحرفة أخلاقياً لا يمكن أن يتشرف بها أي كان هل يعقل أن يصل حال هذا؟ الناس اللي تنتهك في العراف في رأيكم وهي لا تملك إلا صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي إن وصلت يوماً إلى الحكم وتصير في أيديها الأجهزة الأمنية ماذا ستفعل؟ الناس اللي تبتز في النساء وتبتز في المسؤولين من أجل أن تقبض الأموال باسم المعارضة ما رأيكم إن وصلت يوماً إلى السلطة؟ ستقطع أعناق الجزائريين عندما كان النظام الجزائري لديه قيمة كانت حتى المعارضة التي تعارضه ناس لديهم في قل فيهم ناس سنذكرهم رغم اختلافنا معهم في كثير من الأمور كان يوماً ما المعارض تجد فيها عبد الحميد مهري تجد فيها آية حمد الذي نختلف معه في أمور كثيرة تجد ماذا؟ تجد نخب كثيرة كثيرة جداً لديها ثقلها لديها فكرها لديها تصورها لديها تاريخ النظالي هؤلاء هؤلاء من كانوا يعارضون النظام الجزائري؟ بعدما كان لنا في الواجهة شخصيات من الثقل شخصيات تؤلف عليهم الكتب في العالم تروي مسيرتهم أصبحنا الآن لدينا مثل هؤلاء الأشخاص والغريب ليس في هؤلاء الذين لا مستوى لهم أخلاقي ولا مستوى ثقافي لا نتكلم عن المستوى الدراسي فالكثير من الواجهات والنخب تجدهم ما درسوا أصلاً ولكن استطاعوا أن يصلوا إلى مكانات أو أمكن كبيرة ومستويات مراقل هل يعقل؟ الكثيرون يرون بعض الفاسدين أخلاقياً الذين يريدون أن يتصدروا أن يتصدروا المشهد أو مشهد المعارضة في الجزائر وتناسوا دور الرجال في السنوات التي خلت تناسوا دور الرجال والآن يعول عليهم لماذا؟ لأنه عندما يكون هدفك الفوضى وليس المعارضة والتغيير هدفك الفوضى فقط والفوضى لا يمكن أن تصنعها بنخب مثقفة بل تصنعها بالغوغاء والغثاء والعوام والعوام ليس جميعهم طبعاً بل نسبة من هؤلاء العوام عندما يكون هدفك الفوضى فقط يجب أن تستغل هؤلاء الأشخاص وكيف تستغلهم؟ تذهب إلى الواجهات التي يمكن أن تجلب بهم هؤلاء الغوغاء؟ هل يعقل أن واحد تجده يقدم نفسه أنه سياسي محنك وأنه مناضل قضى عمره في النضال على مدار سنوات طويلة وبعد ذلك يختبئ خلف الفاسدين أخلاقياً بل يحاول أن يزكيهم ويحرضهم على الشرفاء والشريفاء للأسف الشديد عندما تجد أمرأة جزائرية تختلف أو تتفق معها لكن الشيء الذي لا يمكن أن تختلف فيه معها أو معها أنها امرأة شريفة وتجد لديها تاريخ نضالي بأسلوبها الخاص ووفق تصوراتها يصير عرضها يمتهك ويجري التحريض عليها ولا تحترم أسرتها ولا يحترم أهلها ولا يحترم أقاربها لا لشيء إلا أنك تختلف معها في الرأي ألي هذا الحد وصلت هذه المعارضة؟ أيها الجزائريون إذا كنتم تعولون على هذه الوجهات الفاسدة أخلاقياً أن تصنع لكم التغيير فوالله إن صنعت لكم هذا التغيير ستترحمون على أيام العصابة بلا أدنى شك لأنهم فاسدين لأنهم فيهم انحراف لا يمكن وصفه الناس اللي عايشة بالابتزاز تجمع الأموال بالابتزاز كي تدفع جار سكن يسكن فيه عايش بالهف في الخارج أو في الداخل وبعد ذلك يريد أن يصنع التغيير الجزائريين هذا لا يملك رسالة أيها الجزائريون من يملك رسالة؟ أنا أعطيكم شيء معين يجب أن تفهموه من يملك رسالة لا يمكنه أبداً أن يقول كل شيء بل يعطي المعلومات بتدرج ومرحلية بتدرج ومرحلية وبما يترتب عليه الصالح العام ليس كل ما تعرفه يجب أن تقوله وليس كل ما لا تعرفه يجب أن تخوض فيه الجزائريون محتاجين إلى نخب متوحدة تلتقي ضمن برنامج حقيقي برنامج للتغيير وليس للتدمير برنامج للتغيير وليس للتعيير عندما أرى الجزائريين وهم يسبون بعضهم بعضاً في أتفه الأسباب أزداد خوفاً على الجزائر أين؟ أين النخب؟ أين النخب الحقيقية اختفت خلف هذا الصراب الذي صنعته مواقع افتراضية للأسف الشديد مؤلم جداً أن الجزائر التي تعيش في أزمة أن الجزائر المهددة في أمنها واستقرارها أن الجزائر المهددة في وحدتها أن الجزائر المهددة في وجودها نجد الغثاء والأغبياء والحمق مع احترامي للمشاهدين الكرام هم الذين يتصدرون مشهدها سواء في السلطة أو المعارضة النخب الحقيقية في السلطة اختفت بينها التي عادت إلى بيوتها وبينها التي التزمت الصمت وبينها التي لم تتح لها الفرص كي تكون صاحبة قرار آر نعم النخب الحقيقية مغيبة فالمعارضة من تسمع؟ تسمع إلى هذا الفاسد الأخلاقي وهذاك الفاسد في سلوكي وذاك الفاسد في فكري وذاك الفاسد في معتقداتي وذاك الفاسد في ممارساتي كلهم وجدوا في هذا الفضاء الافتراضي كي يتصدروا المشهد على أساس أنهم هم نماذج للمعارضة التي يمكن أن تحدث التغيير اسألوا أنفسكم أيها الجزائريون لماذا الحراك الشعبي لم يحقق أهدافه؟ لأن الجزائريين تحركوا بصدق ولكن هذا الصدق وهذا التلاحم اخترقه كذابون مخادعون فاسدون فأفسدوا عليه أهدافه وما زالوا يواصلون الإفساد بنية التغيير انظروا إلى تجارب التغيير في كثير من الدول انظروا إلى تجارب التغيير عبر التاريخ انظروا إلى سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في التغيير كيف أحدث؟ كيف بنى دولته الإسلامية؟ كيف أوصل دعوته؟ كيف أبنى دولته؟ لم يبنيها إلا على أسليب صحيحة على قواعد صلبة على رجال ثقات بينهم الذين بشروا بالجنة وهم ما زالوا أحيانا التغيير يصنعه الرجل الصادق الرجل المتخلق صاحب الرسالة الرجل الذي يخشى ربه قبل أن يخشى مراقبة الناس له للأسف الشديد الناس يقولون أننا نحارب الكذب وهم يكذبون يقولون أننا خرجنا لنحارب الفساد وهم يفسدون يقولون أننا نريد العدل وهم يظلمون ويقولون أننا نريد دولة القانون وهم للقوانين يرفسون يقولون أننا ضد النظام لأنه يستغل وسائل الإعلام ويستغل كل هذه الوسائل من أجل إثباته والإبقاء على وجوده وهم لا يملكون إلا صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي ومارسوا أبشع مما مارسه النظام أن تكون بديلا للفاسد يجب أن تكون مصلح أن تكون حامي قيم الدولة الجزائرية وهويتها يجب أن تحمي هذه القيم وهذه الهوية في نفسك قبل أن تحميها في الآخرين أما أن تتحول إلى خمرجي وقمرجي وفاجر في سلوكك وبعد ذلك تريد أن تحدث التغيير إن الله لا يصلح عمل المفسدين حتى لو كان هذا العمل ضد فساد آخر لا يمكن أبدا أن يصلح حافظوا أين شهامة الجزائر الجزائر الذي كان يرى عرض غيره خط أحمر أصبح الناس تلوك وتجتر أعراض بعضهم بعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنت تقول بأن النظام غير ديمقراطي لا يتحمل الرأي الآخر وأنت بمجرد أن يكون رفيقك في السير الذي ينتمي معك إلى نفس الخط بمجرد أن يختلف معك في شيء إما أنه مرتزق أو أنها وإن كانت امرأة تطال عرضها بكلام فاحش ماذا لو كنت تمكنت من السلطة ألا ألا تغرق كما يقولي فلاصيد إيد الناس لديرين بيك إذا خلفوك لا يمكن أبدا أن تكون أن تنشد الديمقراطية وأنت ديكتاتور حتى مع نفسه لا يمكن أبدا أن تنشد تحقيق الدفاع عن حقوق الإنسان وأنت تنتهكها مع أقرب الناس إلي ما هكذا ما هكذا يمكن أن ينجح التغيير والله من المفروض أن الناس الذين تصدروا الحراك في هذه الفطرة كلها يقعدوا شوية مع نفسه يراجع نفسه لماذا وصلنا إلى هذا الحال بعدما كانت الشوارع بعدما كانت الشوارع ما يجدوش الجزائر وين يوقفوا أصبحتوا تستجدوا أن الجزائريين يخرجوا على الأقل أقعد حاسب نفسك حاسب نفسك بين نفسك إذا كانت تحوس عن مديات قد استفدت كثيرا إذا كنت تحوس عن الشهرة قد اشتهرت يعني راح تخلد في هذه الدنيا راح تبقى طول عمر كلها هنا حرام عليك حرام عليك تفوت فرصة التغيير على الجزائر كما فوتوها قبل في التسعينات آت من سبقوك وأنت الآن تمشي على دربهم وبطريقة أقضر على الأقل كانوا في التسعينات ناس متدينين ومشاوا في التطرف الديني أنت لا متدين ولا حتى قيم الرجولة ما عندكش والله العظيم عندما أرى ما يحدث بين الجزائريين في شبكات التواصل الجديدة كل واحد في بلد وهذا ما يرحمش وهذا كيف يصرح توله وتقربته من بعض وجلست مع بعض ورسمته خطة عمل مع بعض إذا كان أعطيني الآن منذ حدث الحركة الشعبي اجتمع الجزائريون في قاعة أكثر من مئة شخص وناقشوا ووضعوا خطة لمستقبل الجزائر ما كانش ومستحيل يلتقوا إذا التوقعوا أشخاص يجاملوا بعضهم فقط ولكنك لما يعودون كل واحد بينه وبين نفسه يكره الآخر هذا ما يمكن هذا لا يمكن أن نصل إلى نتيجة لا يمكن أن نصل نتيجة أيها الجزائريون أنا الآن خطابي للشعب الجزائري كيف تستمع إلى واحد إلى واحد حط في بالك واحد ينتهك في الأعراض هذا كلامي موجه إلى الجزائريين كيف تقبلوا أنكم تستمعوا إلى من ينتهك الأعراض من ينتهك أعراض غيرك غدوة ينتهك عرضك وشاهدناه كانوا في صف واحد بمجرد ما اختلفوا في شيء وزرعت بينهم الشكوك صاروا يطعنوا في أعراض ضع لا أدري هذا المثقف هذا الواعي الذي يدعي بأنه يحرص على الجزائريين يحرر ناس عنده مجموعات ما تخلي عرض هذا ولا عرض ذاك بمجرد أن يختلف معه سفير مرتزق والعرض ما نتكلم عنه هل يؤقل أيها الجزائريون أن تستمعوا إلى هؤلاء هل ترضى أن حبت هذا المسؤول لنفرض هذا المسؤول ره فاسد عنده بنات فاسدات أخلاقية لنفرض جدلا هل من قيم الرجولة والمروءة أنك تروح تشهر بعرضه إذا المشكلة ليست أنك شهرت بعرضه عدو أنك المشكلة أنك اخترقت قيمة أخلاقية تتمثل في المساس في أعراض الآخرين هنا المشكلة هنا المشكلة سرق حرام بحد ذاتها وليست أنها مباحة لأنك تسرق جهة معينة نفس الشيء ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للآخرين وين هو وين وصل الحراك الشعبي ناس دفعت الثمم غالي من النضال على مدار سنوات طويلة وهي مطاردة في الخارج ومطاردة في الداخل بسبب عصابة وعصبة من الفاسدين والآن هؤلاء جميعا صارت ما عندهم حتى قيمة قيمة الناس لو تعرفوا وقعهم الحقيقي وتقتربوا منهم ستعرفون ما يندله الجبي ناس كالذبين مخادعين همهم أنهم لو عيتت لهم السلطة عتت لهم أي شيء راحوا يجروا وفيهم إيهم اللي راح أطلوا الفرصة فقط فصار ينتقم تقول الله الجزائر الذي لا يحتمل الجزائر أنا دائما نقول من المفروض حتى لو اختلفنا مواقفنا في سياسات مثلا خارجية معينة كل واحد ينظر لها إلى زاوية هذه رأي مكمن هذه رأي تنفع البلد من المفروض كلنا رنى في خدمة البلد كل طرف عنده إيجابياته وسلبياته كل طرف عنده خيراته وعنده تأثيراته وعنده قدراته وعنده إمكانياته كل واحد نقدر نستفيد منه في خدمة بلادنا وفتح علاقات جديدة وأفق جديد نحن أمان تحديات وجودية هذه التحديات لا يمكن لا يمكن أبداً أن يهتم بها أو يدركها صغار العقول أبداً لا يمكن أبداً عجيبة نقوله نظام فاسد وانت تمارس في الفساد وحب نصل الله لتربحكم أفسدتم على الجزائريين حلمة أفسدتم على الجزائريين هدفهم أفسدتم على الجزائريين غايتهم وصلتكم فرصة من ذهب في فيفري 2019 فرصة حقيقية للتغيير فحولتوها إلى تعيير حولتوها إلى تبعير أكرمكم الله وبعد ذلك الآن تجي وتتباكون وتبحثون كيف ترجعوا الناس إلى الشوارع كأن الجزائريين لعبة بين أيديكم الجزائريون أعطوكم فرصة من ذهب عندما خرجوا إلى الشوارع وكان بالإمكان تلك الخرجة أن تكون بداية حقيقية لتغيير جذري في الدولة الجزائرية ولكنكم ضيعتوه اختلقتم صراعات مع جهات كانت تقول لكم نحو عون لكم ومن بينها المؤسسة العسكرية وشخصيا القيد صالح أعلنتم عليه الحرب بدون نتيجة يجأ وشاء الله رايح يحكم البلاد وراح يكون هو تجربة مصرية ثانية وقدرت كل الأوهام وربي قال لكم لا ها مباشرة تنصيب الرئيس مات راحت حساباتكم بعد ذات جات كورونا التي لم تكن في حسبان أحد فغيرتكم كل الحسابات لأنكم لماذا لا تفكرون لا تغتنمون الفرص عنديك فرصة للتغيير ما تضيعهاش وما تبنيش أحلام أخرى للمستقبل اغتنم هذه الفرص ابنع لها قاعدة صحيحة ومشي التغيير يأتي بالتدرج والمرحلية ميجيش تغيير ضربة واحدة النظام لا يمكن أن يسقط هكذا مباشرة كما تتوهمون بالتدرج والمرحلية وكذا وكذا أما أنه رح يسقط بطريقة هكذا شوفوا ليبيا وين وصلت شوفوا سوريا وين وصلت صارت الناس تتبارى بالشأن هذا وتتدخل فيها دول آخر من يعلم هم أبناء البلد بسبب طبعا أنظمة فاسدة ومعارضات أفسد إخواني الكرام أيها الجزائريون هذه بلدكم لا تغرقوها في الأوحال لا تتبعوا العقول الفاسدة لأنها لا تصنع لكم الصلاح أبدا لا تتبعوا أصحاب القلوب السوداء والحاقدة لأنها لا يمكن أن تزرع بينكم الحب والمودة والالتحام وأن تكونوا على نبض رجل واحد وعلى نبض إمرأة واحدة من أجل الجزائر الآمن المستقرة والله أني أتألم كثيرا على الحال عندما أشاهد الجزائريين في الواقع وفي المواقع أتألم كثيرا جدا جدا والله تذرف عيني دمعا على ما آل إليه حالنا الدولة الجزائرية عودوا إلى تاريخ أجدادكم الأبطال الذين قهروا الحلف الأطلسي وكانوا حفاة عرات دارسين في الكتتين واستطعوا أن يهزموا الحلف الأطلسي لأنها كانت بإرادة الرجال وبمرؤة النساء لكن للأسف خلفا من بعدهم خلف تشاهدونهم على أرض الواقع نحتاج إلى رجال حقيقيين نحتاج إلى نساء حقيقيات نحتاج إلى من يزرع يبذر الحب ولو كان قد أعلنت عليه الحرب عندما تنفلت الأمور وتغرق القافلة وتغرق السفينة فلا تنفع البكائيات ولا تنفع الأمنيات لذلك أيها الجزائريون عودوا إلى رشدكم حذاري من هؤلاء حذاري من خففيش الظلام حذاري من الأجهزة السرية التي تريد جراكم إلى الهاوية وعلى الدولة الجزائرية برئيسها وحكومتها أيضا أن تكون في المستوى فوالله عندما لا تكون في المستوى تبتلى بعمع معارضة تنتهك أعراض المسؤولين وكذا كما يفما تكون يولى عليكم هذا من جهة وكيفما تكون أيها الحكام تجدون المعارضة التي تواجهكم على مقاسكم إن كنتم نظام نخبوي نظام واعي نظام راشد يعتمد على شخصيات من العيار الثقيل لا يولى المسؤولية إلا من هو أهل لها سيجد في المقابل معارضة أيضا من هذه الطينة يجد معارضة حقيقية معارضة من طينة الرجال والنخب التي تتماهى مع النخب الموجودة في النظام لكن عندما يكون النظام ينزل إلى مستوى الذراري ومستوى الصغار أيضا يلقى نفسه مع ذراري وصغار آخرين يعبثون به بل مختصر المفيد إن الله لا يصرح عمل المفسدين وما يحدث باسم الحراك الشعبي أنا شخصيا إني أبرأ من لله منه لأننا لم نناظل من أجل هذا ولم يناظل أساتذتنا وكبارنا الذين ما زلنا تتلمذ على أيديهم من أجل هذا فالجزائر التي كان فيها قامات في المعارضة قامات في السلطة قامات في الرئاسة قامات في الحكومة أصبحت الآن أصبح الشعب الجزائري أو نسبة من الجزائريين تتبع هذا الذي ينتهت أعراب الناس وذلك الذي يبتز بنات الناس وذلك الذي يكذب على الناس هل يعقل أيها المعارض أن تدعي بأنك صاحب رسالة حضرية وأنت تعتمد على الغوغاء والغثاء هل يعقل أيها المعارض الذي تدعي بأنك تريد التغيير البناء وبناء جزائر مدنية وجزائر حضرية وجزائر العدل والعدالة والديمقراطية وأنت تنتقد ما تسميه الذباب الإلكتروني وأنت تمتلك جيوشا من هذا النوع بل لا تمتلك جيوشا افتراضية فقط بل تمتلك أشخاصا يظهرون بلحمهم وشحمهم ينتهكون الأعراب ثم تأتي أنت وتقول نعم نختلف معهم في أسلوبهم ولكننا مع حقهم في التعبير ولو كان هذا المقياس الفاسد دينيا والفاسد أخلاقيا والفاسد إنسانيا اعتمده الرجال رواة الحديث لا ضاعة السنة النبوي انظروا إلى سير علماء الحديث كيف يأخذون الروايات فوالله الذي عليه شبهة بسيطة لا يأخذون عنه الحديث بل يجرحونه ولا يمكن أن يزكوا إلا من كان يستحق التزكية في سلوكه وأخلاقه وواقعه وممارساته وتاريخه نحن يجي يجيك واحد فاسد تأخذ قدوة نعم يجري تدمير المجتمعات بهذه الطريقة عندما تدمر المدرسة والمنظومة الطربوية وتدمر بعد ذلك تدمر الأسر من خلال هذا الإعلام الفاسد غير الهادف الذي يدمر الأسر الجزائرية أيضا يصنعون لك قدوات مزيفة في الثقافة قدوات مزيفة في الفن قدوات مزيفة في الرياضة قدوات مزيفة في الفكر والثقافة قدوات مزيفة في الدين قدوات مزيفة وفي المعارضة السياسية قدوات مزيفة أكثر مما يمكن تخيله قد بلغت منتهى التزيل نسأل الله تعالى لبلادنا الخير نسأل الله تعالى أن يرزقنا برجال صادقين في السلطة والمعارضة فما أحوج الجزائريين إلى من ينفذ عنهم غبار المعاناة ويبعدهم عن هذه المآسي ويذهب بوطنهم إلى شاطئ الأمان حتى ينعموا بخيرات البلاد ويعيشوا في استقرار ورفهية فالدولة الجزائرية بخيراتها وأراضيها الشاسعة وبما تملك من قدرات لو قادها رجال الحقيقيون يحملون هم البلد ويحملون هم العباد ما وصل حالنا إلى جزائر الظل كما يسمونها حيث نرى الكثير من المشاهد التي تقشعر منها الأبدان هذه رسالة إليكم أيها الجزائريون هذا ما أردت أن أقوله في هذه المداخلة العاجلة من قلب موجوع ومن قلب مفجوع على جزائر تستحق أن نشعل لها بكل فخر كل الشماء شكرا لكم ألقاكم بخير في فرصة أخرى بإذن الله تعالى إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله